أحبك ربي أوروبا حشدت برعاية الفاتيكان جيشاً ضم البرتغالي والإسباني والألماني والإيطالي وصار بقيادة ملك البرتغال ذلك الملك الشاب ونزل على الأرض المغربية واتجه إلى نهر وادي المخازن قرب القصر الكبير يحمل صليباً يريد رفعه فوق أرض استبغت بالإسلام إلى الأبد منذ موسى بن نصير وطارق بن زياد وعقبة بن نافع رحمهم الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاءنا وأحباءنا لاحظنا أن دعمكم للقناة في الفترة الأخيرة ضعيف نلتمس لكم العذر ونعرف ضغوط ومشاكل الحياة ولكن كلنا بكم أمل من بعض الله عز وجل ففضلاً وليس أمراً لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن أعجبكم الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد طبعاً لا تنسوا دعوة أصدقائكم للقناة قرب القصر الكبير يحمل صليباً يريد رفعه فوق أرض استبغت بالإسلام إلى الأبد منذ موسى بن نصير وطارق بن زياد وعقبة بن نافع رحمهم الله تعالى جاء الأوروبيون ونفوسهم قد شحنت حقداً وقلوبهم قد ملئت تعصباً يريدون أن السماء يرون أن السماء لن تفتح أبوابها إلا من آمن بيسوع رباً مصلوباً لنرجع إلى السعديين الذين كانوا يحكمون بلاد المغرب إن أصل الأشراف السعديين من أرض الحجاز ينتسبون إلى ولد محمد النفس الزكية وسبب قدومهم من الحجاز إلى المغرب أن أهل درعة كانت لا تصلح ثمارهم وتعتريها الأمراض كثيراً فقيل لهم لو أتيتم بشريف إلى بلادكم كما أتى أهل سجل ماسة لصلح الثماركم كما صلح الثمارهم وكان أهل سجل ماسة جاءوا من أرض ينبع بشريف من آل البيت فأتى أهل درعة بالمولى زيدان بن أحمد لذلك يقال دولة الأشراف السعديين من آل زيدان وأما تسميتهم بالسعديين فهذه النسبة لم تكن لهم في القديم ولم تظهر في سجلاتهم ورسائلهم بل لم يجتر أحد على مواجهاتهم بهذه التسمية لأنه إنما يصفهم بها من يقدح في نسبهم ويطعن في شرفهم ويزعم أنهم من بني سعد بن بكر ابن هوازن الذين منهم حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من العامة يعتقدون أنهم إنما سموا بذلك لأن الناس سعدوا بهم قامت هذه الدولة دولة السعديين بعد دولة بني والطاس فوقعت على كاهلهم مهمة جهاد البرتغاليين الذين سيطروا على شواطع المغرب العقصى بعد أن توفي الغالب بالله بويع ولده محمد الذي قد لقب نفسه المتوكل على الله وكان هذا الابن محمد المتوكل على الله كان فضاً غليظاً ظالماً مستبداً قتل اثنين من إخوته عندما وصل إلى الحكم وأمر بسجن آخر فكرهته الرعية وخصوصاً خصوصاً والملك يأول إلى أكبر أمراء الأسرة سنًا لذلك رأى عمه عبد الملك أنه أولى بالملك من ابن أخيه فأضمر هذا المتوكل الفتكة بعميه عبد الملك وأحمد ففر منه مستنجدين بالعثمانيين وصف المتوكل بأنه كان فقيهاً أديباً مشاركاً مجيداً قوي العارضة في النظم والنثر وكان مع ذلك متكبراً تياهاً غير مبال بأحد ولا متوقفاً في الدماء عسوفاً على الرعية ومن شعره قوله فقم بنا فقم بنا نصطبح صهباء صافية في وجهها عسجد في وجهه نقط وانهض إلينا على رغم العدى قلقاً فإن تأخير أوقات الصبى غلطوا وأما عمه عبد الملك فقد كانت سجاياه حميدة وسيراته عطرة جمع بين العلم والشجاعة وهو سياسي محنك أتقن عدة لغات أوروبية وشرقية أمه سحابة الرحمانية سارت به مع أخيه أحمد إلى الجزائر فهيأ الوالي العثماني لهم سبل السفر إلى الأستانة حيث التجأ إلى السلطان سليم بن سليمان طالباً نجته ومعونته ومساعدته فتثاقل عنه السلطان سليم إلى أن بعث بأسطول بحري لفتح تونس وتخليصها من يد الحفصيين الذين استنجدوا بالإسفان واستطاعت هذه الغارة البحرية تحقيق هدفها فر الحسن بن محمد الحفصي إلى قشتالة بعد أن فتح خير الدين تونس فشهد عبد الملك هذا الفتح وعاد بالبشرى إلى السلطان العثماني فأنجده وساعده وكتب أمراً لصاحب الجزائر ليبعث معه خمسة آلاف من عسكر الترك يدخلون معه أرض المغرب الأقصى ليعيدوا إليه حقه في الحكم والملك وعندما دخل عبد الملك بلاد المغرب مع الأتراك كانت حاشية المتوكل وبطانته ورؤوس أجناده يعدوا طائعهم ويتوعدوا عاصيهم وكتب الله جل وتعالى النصر لعبد الملك في معركة قرب مدينة فاس فر المتوكل من أرض المعركة وكان ذلك سبب خراب ملكه وإقامة ملك عمه دخل عبد الملك مدينة فاس يوم الأحد لأسابع من شهر ذي الحجة عام ثلاث وثمانين وتسعمائة للهجرة ثم ضم مراكش فر المتوكل إلى جبال السوس وجعل يتلقل بين قبائلها وأحيائها إلى أن اجتمعت عليه طائفة من الصعاليك وشكل ما يشبه الجيش استهوتهم منه الأضاليل والمعود وقادهم إلى مراكش فدخلها إلا أن أحمد أخا عبد الملك جاء من مدينة فاس ففر المتوكل إلى السوس مرة ثانية ومنها إلى سبتة ثم دخل طنجة مستصرخاً بمن؟ بملك البرتغال فكان ذلك سبباً من أسباب معركة واد المخاسم قام عبد الملك بالكثير من الإصلاحات بعدما تولى الحكمة في المغرب فأمر بتجديد السفن وبصنع المراكب الجديدة فانتعشت بذلك الصناعة العامة واهتم بالتجارة البحرية وكان للأموال التي غنمها من الحروب الدائمة على سواحل المغرب أثر في ازدهار الدولة وأسس جيشاً نظامياً على النظام العثماني من حيث اللباس والتسليح والرتب وفرض عبد الملك احترامه على أهل عصره حتى الأوروبيين احترموا وأجلوا هذا الملك الكبير وأما عن التنظيمات الإدارية والسياسية في دولة الأشراف السعديين فقد ضمت وزارة عبد الملك وأخيه أحمد المنصور وزراء من مستوى ثقافي رفيع وكان للوزراء كتاب يدانونهم ثقافة وسعة أفق وكان السلطان وكبار رجال الدولة على معرفة بأمور الدولة الداخلية وأحوال السكان عامة وعلى اطلاع بالسياسة الدولية وخاصة الدول التي لها علاقة بالسياسة المغربية وكان أحمد المنصور يحاسب وزراءه وكبار موظفيه على عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمية أو التأخر في الرد على المراسلات الإدارية والسياسية ومن أعماله إحداث شفرة لكتابة المراسلات السرية حتى لا يعرف فحواها إذا وقعت في يد عدو وكان إذا غادر أحد أبنائه أو مساعديه الخلص إلى العاصمة سلم إليه نسخة منها يمكنه أن يفك بها رموز الخطابات الملكية عند ورودها إليه والقضاء المغربي تمتع بسمعة رفيعة عبر التاريخ الإسلامي وأرمعها وأجملها أيام أحمد المنصور حيث فصلت السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية تماما ولم يسمح للسلطة التنفيذية أن تتدخل في القضاء مطلقا وقضاء المظالم الذي كان يعقد له العاهل السعدي نفسه مجلسا أسبوعيا دوريا كانت مهامه إدارية أكثر منها قضائيا وكان أحمد المنصور يرأس مجلس المظالم في مقصورة جامع القصبة بمراكش بجوار قصره وقد شكل لجنة للمراقبة تتولى النظر بصفة دورية في مجرى القضاء بالأقاليم وأوضاع الفئات الشعبية بوجه عام وكان أحمد المنصور يدرس تقاريرهم بعناية جدا كي يتتبع سير الأحكام والإدارة بمملكته ولاتساع رقعة الدولة أقام السعديون محطات عديدة في أرجاء البلاد تحت حماية حراس مقيمين لا يبعد بعضها عن بعض إلا بمسافة عشرين كيلو مترا وبهذه المحطات ينزل المسافرون والقوافل المارة عبر القرى والبوادي وتتوفر في هذه المحطات المعنى الضرورية ليشتري منها النازلون ما يحتاجون إليه نظم الجيش نظم الجيش وحضي بعناية عبد الملك نفسه وكان نظامه كما قلنا عثمانيا من حيث اللباس والتسليح والرتب كما حضي في عهد أحمد المنصور بقادة ذوي كفاءة عسكرية عالية رافق الجيش عدد من التقنيين المتخصصين في النجارة والحدادة والبناء مع وحدات طبية متخصصة أيضا تتألف من جراحين وحلاقين وأطباء يتنقلون مع الجيش بأوعيتهم وأدواتهم من مراهمة وضمادات وخيام تشكل مستشفيات ميدانية متنقلة تستقبل الجرح والمرضى أما الأسلحة في ذلك الوقت فقد كانت البنادق سلاحا فرديا وكان للمدافع والمتفجرات القول الفصل في المعارك في هذه الآونة لذلك بنى السعديون دار العدة لصناعة المدافع كما اهتموا أيضا ببناء الأسطول فبنيت سفن خفيفة في نهر النيجر وبرهن جيش السعديين بقيادة ضباطه الأكفاء على روح ضباط عالية وكفاءة ممتازة في ممارسة مهماته العسكرية وهذا الجيش هو الذي حقق نصر معركة وادي المخازن كما سيأتي بعد قليل المرتغاليين كان عندهم هدف البوكيرك اللي هو دام الحل درسونا في الكشوف الجغرافية كان عنده هدف يقول جزيرة العرب ما لا حل الا حل حل واحد نحننا نبني اقلاع في البحر لحمة ونبني اقلاع في الهجي العربي لحد لانتراه خلاعها موجودة في البحرين وإمان يقول ثم نبيت العرب فنأخذ جثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحطها في زجاج في روما من هنا جاءت أهمية هذه المعركة معركة وادي المخازن إنها معركة صليبية جرت فوق أرض عربية مغربية وهذا يدل على خطورة نتائجها إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة اشترك في القناة ترجمة نانسي قنقر